سميل فاروق صلاح موفد قناة الاهلي كان معهم كل تحية لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من داخل ملعب العربي الزولي وفريق النادي الاهلي بيؤدي أولى لتدريباته هنا على ملعب العربي الزولي ولكن من النقاط المهمة جدا النادي الاهلي طبعا بيتمتع بشعبية وعلاقات ود وأخوة هنا في المغرب يعني معانا في هذه الأسناء الأستاذ يوسف الحسينية رئيس مقاطعة عين السبع اللي طبعا بتضم هذا الملعب وخلينا نرحب بيه على شاشة قناة النادي الاهلي وأيضا الأستاذ كلثوم هاشم مفوضة بالقطاع الرياضي والثقافي خلينا نرحب بحضرتك وإستضافة النادي الاهلي لأداء تدريبات النادي الاهلي هنا على ملعب العربي الزولي شعبية كبيرة بيتمتع بها النادي الاهلي وطبعا بتضل على علاقات الود والأخوة ما بين الشعب المصر والشعب المغربي هذا يوم كبير عندنا هنا في مقاطعة عين السبعين صادفه النادي الاهلي كما قلنا في المغربي القرن من جمهورية العربية المصر العربية الشقيقة ويعني احنا الواجب دينا نوفره جعل الأجواء باش تدريب دوز أحسن ما يرام وباش يعني نعبره على الأخوة والكرم دي الشعب المغربي بتوجه الإخوة المصريين أنا عارف أني في التصالات وتواصل المستمر مع الكابتن سيد عبد الحفيز المدير الكورة بن دلالي اللي أشاد بدور حاضرتك وتكلم في هذا الأمر هذا واجب احنا بقنا على التقصال منذ رمضان في المقابلة السابقة اللي كانت وتخلقت واحد العلاقة بينتنا وحنا جاعدنا نقتراح واش ممكننا دي الأهلي يحل فرح نحده في عين السبعين شاء الله ولما لا نشوفه ريال مدريد بارسلون عندهم فرح نية لما لا الأهلي فرحنا في المغرب في عين السبع بالضبط أنا أعرف أن حضرتك من المحبين لمصر والشعب المصري وأيضا للنادي الأهلي فعلا نادي الأهلي كنا دائما نشجعه من صغرنا وكيب قادمنا نادي كبير نادي القرن ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله عايزة روح للأساسة كلثوم برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وأعتقد حضرتك مسؤولة عن قطاع الرياضي وقطاع الثقافي ودائما في ألف أو ود ما بين الشعب المصري والشعب العراقي والشعب المغربي وليلي شايف الأمر ده إزاي وشايف استضافة النادي الأهلي أكيد هناك حب بين المغربة والمصريين اليوم لنا الفخر لنا نستقبله النادي الأهلي بمقاطعة عين السبع سعداء جداً باستقبلهم وكيف كتشوفوا دبا هما كيقوموا بتدريب وسعداء جداً أنهم معنا وشعب حالنا بحالهم كانت من نولهم تهوما التوفيق والنجاح والتمييز في هذا المتش هما وفريق الويدات عارف حضرتك أيضاً من المحبين لمصر والنادي الأهلي شايف الأمر ده إزاي وشايف العلاقة ما بين الشعب المصري والشعب المغربي سواء على النطاق الثقافي على النطاق الرياضي وأن وجود النادي أهلي للمرة التانية هنا في العربي الزولي أمر يعني لكم الكثير والكثير يعني لنا الكثير نحن كذلك من محب بفريق ندي الأهلي وكيف قلت لنا الشرف أننا نستقبلناهم اليوم ونستقبلهم في التداري في الملعب العربي الزولي العلاقة بين مصر والمغرب الحمد لله وشكر لله علاقة طيبة وطيبة جداً كتجمعنا التقافيات كتجمعنا العديد من الأشياء أستاذ يوسف أخيراً شايف المباراة زي وتوقعاتك للمباراة بإذن الله لا لا لك توقعات كلما يغغان كما نقول بالفرسية وكيبقى دائماً تيجاد الوداد ولكن كيبقى الفرق يعني المهم نشوفه ماتش كويس هدو المهم عندنا إن شاء الله يعني وسواء كسب الأهلي أو خسر الوداد إحنا نفضل برضو أخوه ويفضل بني رحة الود إخوة وكن أكد على يعني الوقوف دي الميسر شقيقة في القضية الوطنية دينا المغربية الوحدة الترابية من هذا المنبر نشكر يعني للمصر والشعب المصري على الدعم دي لهم بالنسبة للقضية الوطنية دينا والوحدة الوطنية دينا شكراً حضرتكم بالتوفي إن شاء الله شكراً شكراً أعزائي مشاهدون وتباشر شكراً قناة النادي الاهلي في كل مكان داك اللي قال طبعاً الأستاذ يوسف الحسينية رئيس مقاطعة عين السبع اللي فتح ملاعب طبعاً نادي العربي الزولي لصدافة تدريبات للنادي الاهلي على مدار فترة إقامة النادي الاهلي هنا في المغرب السعدادة لمواجهة الوداد في مبران نهاية لدور أبطال إفريقيا أمر اندل بيدل على قيمة ومكانة النادي الاهلي والعلاقات اللي بتمتع بيها النادي الاهلي ليس في مصر فقط ولكن على نطاق الافريقي وأيضاً في دول شمال إفريقيا إن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراة ويعود إلى القاهرة يحمل الكأس الحديثة عشر بإذن الله شكراً للمشاهدة